بداية سطرت المؤسسات والمديريات الثقافية في مختلف ولايات الوطن برنامجاً فنياً ونشاطات ثقافية متنوعة احتفالاً بالذكرى السابع والستين لاندلاع الثورة التحريرية أين ستعرض أفلام سينمائية وعروض مصرحية وفنية تحيي هذه الذكرى وتبرز دور الفن في الثورة التحريرية بالإضافة إلى ندوات فكرية تسلط الضوء على أهمية تناول الجانب التاريخي في مختلف الأعمال الفنية خاصة أنها أعمال توجى معظمها في محافلة وطنية ودولية ولها أهمية كبيرة في الترويج للتاريخ الجزائري المشرف في سبيل نيل الحر